المنقوش معك أنا رقيفة مرحبا رح نحكي اليوم عن معلم سوري له أهمية كبيرة تاريخية وسياسية ودينية وهو جبل من أهم الجبال الموجودة بالوطن العربي وخاصة بمنطقة بلاد الشام وهو جبل الشيخ مين فكر ليش تسمى جبل الشيخ بهالاسم؟ طيب بتتذكروا قمة هالجبل يلي كانت تنشاف من كتير مناطق سورية كيف كانت مغطاية بالدلج؟ ما فكرتوا شي مرة إنها بتشبه راس العجوز الأبيض من الشيب؟ مشان هيك تسمى جبل الشيخ لأنه وقت بيتغطى بالتلج بيبين متل راس الشيخ الشايب أما المؤرخين العرب فسموه جبل الثلج والكنعانيين سموه جبل الحرومة يعني جبل المقدس وانذكر بملحمة قلقاميش بهذا الاسم والأموريين سموه شنير والفنيقيين سموه سيريون والأشوريين سموه سفيرو وبالآرامية يسموه طور تلجة يعني جبل التلج وممكن يكون الاسم العربي مأخوذ من الآرامية ومن تسميات جبل الشيخ كمان أرض شوبة نسبة للإله الشوب إله الهواء يلي بإسمه تسمت بلدة كفر شوبة بالعرقوب عند صفوح الجبل بيوصل ارتفاع قمة جبل الشيخ لـ 2814 متر عن سطح الأرض وهو أعلى قمة بسلسل جبال لبنان الشرقية وبتمتد مساحته عالي سوريا وفلسطين ولبنان الجزء السوري منه موجود بجولان المحتل ومرتفعات الجولان الحضارات الأديمة اهتمت بجبل الشيخ اهتمام واضح واعتبرت جبل الشيخ من أقدس الجبل وكان أهم مركز للعبادات عند الكنعانيين وقدماء وعبدوا الفينقيين وسموه باسم واحد من آلهتهم البعل حرمون وبنوا هياكل للعبادة منها هيكل على القمة عند الصخرة الكبيرة يلي أثارها موجودة لليوم وهيكل تاني من أثارهم موجودة لليومنا هاد بقايا جدار أصر الشبيب وهذا الجدار طوله عشر متار وجوات المعبد في فتحة دائرية كانت تستخدم ليحطوا فيها المتعبدين والزوار لندور وبهذا المعبد لقوا المنقبين أطعم نفس حجارة المعبد نحفر عليها كتابات يونانية بتقول بأمر من الإله الأعظم المقدس قدموا النذور في هذا المكان وفيه كمان على قمة الجبة مغارة موجودة لليوم بينقال إنها كانت معبد للإله إيل هاي المعابد بجبل حرمون لقيت اهتمام كبير من الرومان يلي عادوا تجديدة وتوجوا أعلى جدرانها بتيجان بتشبه تيجان معبد باخوس ومعبد جوبيتير ببع البك لهيك أنشأوا المعابد بقرب وحول جبل الشيخ لأستشعار قدسيته ووضع القرابين عند قمته حيث كانوا يمجدونا العلو بشكل كتير كبير وهيك كان جبل الشيخ الجبل المقدس عبر العصور والحضارات وكان على مدى الزمان شيخ الجبال يلي حواليه وسيدهن وأعلاهن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة